في إطار استعادة حقوق الدولة اللبنانية في الاتفاقيات الخاصة بقطع الاتصالات أعلن وزير الاتصالات جمال الجرح في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة سيتا القبرسية وفي الحديث عن خط الانترنت الذي يربط قبرس في فرنسا والمشترى من قبل وزارة الاتصالات فقد تمت توسعته نرفع حصة لبنان من 310 جيجا بايت بير ساكن ل 1920 جيجا بايت بير ساكن بدون أي كلفة إضافية بدون ما تدفع الدولة أي ليرة على هذا السعة الجديدة اللي أخذناها كمان أخذنا تمديد الفترة للمدة لسنة ال2034 كمان بدون ما تكلف الدولة أي ليرة إضافية الخط اللي بيربط لبنان بأبرس كانت حصتنا عليه 60 جيجا بايت بير ساكن رفعناها 10 أضعاف ل600 جيجا بايت بير ساكن كمان بدون أي كلفة إضافية بدون من دولة اللبنانية تدفع أي ليرة على هذا التوسع الجراح أعلن أيضا توقيع اتفاقية لإنشاء خط جديد اسمه أوروبا عند انتهاء حياة الخط الحالي والمسمى قدموس نحن عم نعمل هذا الشي حتى نحول لبنان لمركز مركز يخدم كل المنطقة كل الدول العربية عبر لبنان عم نحول لبنان لشي بيسموه هاب خلال أسابيع بسيطة راح نبدأ بمشروع الفايبر أوبتيكس للكابنت اللي من خلال هذا المشروع نقدر نأمن سرعة أقلها 50 ميجا بيت بير ساكن لكل المواطنين بلبنان نحن دراساتنا ودراسات أوجيرو بتقول نحن بالرابع سنة بنصير نأمن دخل للدولة بحدود المليار دولار منساهم بزيادة الناتج القومي واحد ونصف المية من خلال استثمار بمبلغ لا يزيد عن 300 مليون دولار هذا تقديراتنا القصوى 300 مليون دولار الجراح أعلن أنه خلال شهر ونصف الشهر سيزود اللبنانيين بقرابة المئتي ألف خط أرضي